اشتركوا في القناة العنوان والمحتوى كالمعتاد يعبر عن رأي الكاتب والموقع ولو يعبر بالضرورة عن رأي قناة بلادي والمجال مفتوح للرد والنقاش والحوار البناء دعوني أرى بلادي كان هذا طلب الرئيس العراقي السابق صدام حسين من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خلال نقلي بطائرة هليكوبتر من سجني إلى المستشفى كما أسر صحفي الأمريكي الشهير رونالد كيسلر وتحدث كيسلر عن مزيد من التفاصيل المثيرة اللي واجهه عاش صدام قبل وخلال اعتقاله وكيف احتفل بعيد ميلاده بالسجن إضافة إلى رواية جديدة حول عرض غربي عليه بترك الحكم والعيش في السعودية ثريا وسعيدا مدى الحياة وكان رونالد كيسلر أصدر كتاب The Terrorist Watch والذي يتضمن حوارا مطولا مع جورج بيرو وهو مدير فريق تحقيقات أرسله مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للتحقيق مع صدام حسين في سجنه وكيسلر كان أحد أبرز صحفي صحيفة نيويورك تايمز وصاحب أكثر الكتب مبيعا وعددها 17 كتابا اتناول الشخصيات الرئيسية في الحياة الأمريكية منها كتاب عن الحياة اليومية في البيت الأبيض وكتاب مثير عن لورا بوش عمل مراسلا في واشنطن لمجلة نيوز ماكس الأمريكية الشهيرة ونال خلال مسيرة الصحفية 16 جائزة صحفية وتحدث مؤلف الكتاب عن أبرز التفاصيل التي ثرت في الكتاب عن حياة صدام غير تلك التي وضع على موقع المجلة كأعلان وتناقلتها وكالات الأنباء عيد ميلاد حاكم العراق في السجن وقال رونالد كيسلر أتشدني رواية المحقق بيرو عن احتفال صدام حسين بعيد ميلادي في سجنه كان معتادا أن يحتفل بعيد ميلادي كل عام وكان مطلوبا من شعبي أيضا أن يحتفل بهذا العيد ويضيف لكن هالمرة كان صدام وحيد في سجنه ولم يكن هناك إلا المحقق جورج بيرو ليتذكر عيد ميلاده والذي قدم له حلويات لبنانية صنعتها والدته بعد أن طلب من والدتي أن تعد له هذه الحلويات وترسلها إلى بريديا دون أن يقول لها أنها لصدام حسين كما كان صدام حسين يقضى لفحص طبي مرتين يوميا بسبب قلق على صحتي ولديه ثلاجة للطعام ويشرب قهوة كان يعده له حيانا المحقق جورج بيرو كما كان هناك حلاق من FVI يتولى قص شعري كما يروي رونالد كيسلر دعوني أرى بغداد واللجوء إلى السعودية وأما نقلي من سجني إلى المستشفى فكانت بواسطة طائرة تليكوبتر وخلال إحدى مرات نقلي إلى المستشفى ليلا ناشر صدام حسين عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يسمح له برؤية بغداد ليلا كان سعيدا برؤية بغداد ليلا وأعرف صدام عن سعادته لرؤيته بلاده مرة أخرى من السماء كما روى صدام للمحقق كما يلفت كيسلر إلى معلومة أخرى ذكرها المحقق بيرو على لسان صدام حسين وهي أنه رفض عرض غربيا لمغادرة العراق والتوجه للسعودية والعيش فيها ثريا وسعيدا بقية عمره وقال لم يكن لدي معطيات عما نشر في السابق إذا كان البلد السعودية أو الإمارات ولكن أعتقد أن جورج بيرو استطاع أن يميز بين البلدين عندما ذكر السعودية وأشار إلى أن ذلك حصل قبل غزو العراق وتاب أن صدام رفض العرض وذلك لأنه كان يرى نفسه قائدا قويا وحتى جورج بيرو عندما شاهد فيديو أعدام صدام قال أن هذا الشخص بقي فخورا حتى في أعدامه ولهذا لم يقتل نفسه أيضا عندما ألقي القبض عليه لكن المعروف عند القادة الدول أو غير من القادة قبل ما يقع أسير في أيدي العدو أو المحتل يعني يقوم بالانتحار لكن هنا رواية جورج بيرو شكل آخر ويقول كيسلر أيضا أن صدام حسين استطاع أن يغدع القوات الأمريكية قبل الغزو وذلك عندما علمت الاستخبارات أنه موجود في منطقة ما بمزارع الدورة فأعطى الرئيس الأمريكي أوامره بالغزو وضرب قنبلتين على هذه المنطقة إلا أن صدام كان قد غادرها وهذا ما تكرر أيضا في منطقة المنصور حيث يوجد مسكن لصدام هناك وذلك كما روى صدام للمحقق بيرو وردا على سؤال إلى حتى أعتقد أن المحقق جورج بيرو هو صادق في روايته وخصوصا حديث صدام حسين له عن قصة سلاح الدمار الشامل أجاب كيسلر كل مقابلاتي مع صدام تم تسجيله سرا بشريط فيديو وعلى الأقل لقد تحققت الحكومة من صحتها أعتقد أنه صادق وفيما إذا كان قد التقاه مسؤول أمريكي بارس في سجنه قال كيسلر لا المحقق بيرو كان الرسمي الأمريكي الوحيد الذي التقاه إضافة إلى الممرضة والطبيب وكان مع بيرو عميل آخر خلال تحقيقاته الرسمية ولكن في مناسبات عديدة كان بيرو لوحدي مع صدام حسين وكان موظف الـ FBI روى لمؤلف الكتاب رونالد كيسلر أنه كان يمضي بين خمس إلى سبع ساعات مع صدام يوميا على مدى سبع تشهر هي فترة المقابلات استمرت حتى يوليو تموز 2004 وقال صدام البيرو أنه ادعى امتلاك أسلحة دمار الشامل فقط ليبقى إيران خصمه اللدود في موقف حرج وكان يعتبر أنه قادر على استئناف البرنامج النووي ما أن ترفع عقوبات الأمم المتحدة عن العراق والمحقق جورج بيرو شغل منصب رئيسي لقسم المكافحة للأرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو يتقن العربية لكونه مولودا في بيروت قبل أن تهاجر عائلته إلى الولايات المتحدة وهو في الثاني عشر من العمر ولدت هذه المادة أو الموضوع في موقع مجموعة العراق للإعلام وبتاريخ أربعة شهر العاشر 2012 حتى نلتقي تقبلوا منا أجمل التحيات